السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان Surgical Management of Fibro-Oseus and Granulomatous Lesions بالحقيقة هذا الموضوع هو من الناحية العملية موضوع مهم جدا بالنسبة لأطباء الأسنان الجراحين اللي يناوين يقتصون في هذا المجال خاصة جراحة الوجه والفكين راح يواجهون هواي حالات وكيسات في حياتهم العملية ضمن هذا الموضوع خاصة الفيبرو-Oseus lesions كذلك في الملاحظة هنا هذه المحاضرة يعني شوية معلوماتها مبسطة فليريد اللي إلى واهس يعني اللي إلى واهس شوية يتعمق بيها أكو كتاب العفو اسمه كاوسن بي تشابتر كامل عن هذا الموضوع اللي يحب يطلع عليه وزيد معلوماته لكن ضمن هاي المحاضرة هي أفد معلومات شوية بسيطة فأول شي دا يقول الأورال تيومرز إن جنرال يكن بيكلاسفايد هذا مو موضوع أورال كنسر سهذا احنا مدى نحكي على الأورال كنسر كماليقنا نتو تيومرز احنا دا نحكي على تيومرز اللي هو بمعنى أبنوال كروث الأورال تيومرز كان بيكلاسفايد إن شاء알 رائع الإلكترين أصبحرجان الصأور أصبحرجان الشائع الشائع إلليه تيومرز إج cousin من حقيقة بيان الزواني تأخذ من الإبثالية والتقانية يزخيل فيها المدليان تأخذ من الإبثالية والمدليان يزخيل في الناس الكريم بعد أن تحدث المعركة هذا يمكن أن نفس في عفلст الأنسaientين وفيوا العزلة من المدليانة التطورة إذن هنا يزخيل من الإبثالية والإبثالية بالنتيجة هي ابثيليال تيومرز هال ابثيليال تيومرز هال ابثيليال تيومرز ميبينة على البرزنز ابثيليا إذا اكو برزنز يعني في حالة البرزنز فهي راح يصير سكرتين تيومرز يجي يحتي عليهم يبدو من البسيطة طبعا اللي هي الأودنتوماز هسا نجي على الأودنتوماز الأودنتوماز هي يجوالي تيومرز من واحدة أخرى طبعا يعني ايضا تيومرز العفو تيومرز فيسموها ايضا أو ايضا تيومرز 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 فيسموها أودنتوماز أو تيومرز 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 تحتاج الانتربانش اولا نحن نحن تهي لذلك المجزلة تحتاج الانتربانش و المجزلة تتذكرون قريبة على الناس و المجزلة قريبة على الكلب لذلك أي تومور في المجزلة أخاف أنه لا يصل إلى السكر بيس المسكين بعد المسكين تشبه المسكين من أي مينار أورال تشبه المسكين من الأسفل تشبه المسكين من المسكين من الكافتات ومسكيندرية مع تسلقات المسكين ورقمات هذه المسكين لم يتم تحرك الآن نأتي إلى الصفحة الثانية هنا في الصفحة الثانية لدينا الرسم يشوفنا فالكومبوسطة يعني أودنتومة ذكرناها قبل قليل نرى هنا كيف يحدث العلاج أو السرجري إنه البوكالي بليت من المندبل يتحرك لتحرك لتحرك المسكين الثانية 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 بالحقيقة جدا مهمة يعني هذا النوع الثانية هو جدا مهم ونقدر يعني ما نقدر نقول عليه common ولكنه نقدر نقول عليه unrare يعني ليس نادرا not rare وأيضا can face many maxillofacial surgeons in their practical life الميلو بلاستومة يعني بالحقيقة يسموه locally aggressive tumor locally aggressive tumor but it is not malignant tumor locally aggressive odontogenic tumor it is a tumor arising from embryonal cells of the developing teeth most form of this tumor طبعا هو بي عدة انواع يعني مني forms عدة صور most forms of this tumor simulate تشبه other slow growing بناني tumors تشبه ال slow growing بناني tumors لكنه بي يمتلك في المالignant tendencies هو locally aggressive tumors يعتبر locally aggressive tumors فرق الوحيد عن المالignant tumor أنه not metastasis to distinct size لا ينتشر إلى أجزاء بعيدة من الجسم لكن locally يسوينا locally destruction ويداء invasion للadjacent tissues patients may have a few subjective symptoms during tumoral growth تشمل ال endagemment of the tumor اللانجment of the tumor can expand the préval Thank you for Community تشوف إذا مثلا جيك مريض عنده موبيوليتي بالتيث وما كفت فوكس اف انفكشن أو بريو دنتال problem هذا يجب أن تضع ألرق لدنتس الأكس راي إجزامينايشن دمونسريت يونيلوكيلر مولتيلوكيلر تايبس هي أكو طبعا يعمل لبلاستومة بيها سيفرال تايبس بيها يونيلوكيلر بيها مولتيلوكيلر تايب الكوفة تام رايديوغرافك تام خاص بالأميلوكيلر تايبس مهم جدا ما مذكر بهاي المحاضرة لكنه لازم تعرفوا يسموه honeycomb appearance honeycomb radiographic appearance يعني يشبه خلايا النحل هاي بالنسبة للمولتيلوكيلر تايب اليونيلوكيلر تايب can be confused with benign cysts can be confused with benign cysts لكنه يعني تشبه radiographical cysts لكنه clinically can be distinguished from cysts by many methods طبعا الأبسط مثل هي نسوي aspiration نسوي نجيب نيدل نسوي piercing للبوكل bone plate overlying the legion وندخل بالنيدل لل legion نسوي aspiration إذا طلع منها fluid معناته هذه cysts إذا ماكو fluid معناته مو cysts ثانية انسوي البابسي وراح يذكرها هنانا يقول طبعا التيومر هذي الاميلو بلاستوما can cause absorption of the alveolar bone surrounding the roots and can cause absorption of the root ends وشاء التفعいる ونسويción نسوك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لدينا أستيوجينيك تيومرز أستيوجينيك تيومرز ليه تيومرز لتأتي من الجو بونز هاي انكلود أولا الأستيومة تشمل أولا شنو الأستيومة راح يذكر إنه يحكينا على الأستيومة وكذلك راح يحكينا الأوينج تيومر راح يأخذ الأستيومة راح يأخذ الأونج تيومر الأستيومة والأونج تيومر والجانس سال تيومر راح يأخذ تلات أمثلة الأستيومة الأونج تيومر والجانس سال تيومر يبدي بالأستيومة الأستيومة هي شنو؟ هي بناء tumors of the bone. عبارة عن areas of circumscribed bony new growth. الاستيومات arise from the inner surface of the bone cortex, who consist of dense cortical القرى قدرق القدرق القدرق يستمر في مدلع القدرق القدرق قد يرى في المعروف أكثر كمدرق قدرق القدرق قدرق القدرق يبدو كبير ملحبات تجاهزة. تحديد مبسارة يمكن أن يكون بمزجرة and less symptoms of pain resulting from pressure on the nerve fibers or superficial ulceration occurs in the overlying tissues. أنه هنا لازم هاي الأوستيومات لازم should be differentiated from fiber osteoma, ossifying fibroma or fibrous dysplagia. هذي راح نذكرها لاحقا. اللي هي تعتبر من الفيبروسيس lesions. شنو هذي معناته؟ اللي هي الفيبروسيس lesions. هي عبارة عن slow growing tumor of bone. tends to have its greatest growth in the second decade of life. هي عبارة عن diffuse. poorly differentiated endosteal tumor. replacing normal spongiose with fibrous tissues. يعني normal bone will be replaced by fibrous tissue or هذا fibrous tissue gradually will be calcified. هذه هي الفيبروسيس lesions. هي replacing normal bone by fibrous tissue which will be gradually calcified. the enlargement neoplasm may displace the teeth and expand the cortical plates of the jaw bones. بهاي الصفحة يرجع يكمل عال ossifying fibroma or fibro osteoma. يقول هذي tend to occur more frequently in women than in men who see more often in the maxilla than in the mandible. الactive fibro osteoma or ossifying fibroma اللي هي اثنين اعتهم هذو اللي ديحتي هي fibro osteos lesions. frequently occurs when surgical excision does not include 10 to 20 or to 12 or 12 millimeter margin or when the treatment has been instituted at an early stage or early age يعني when the treatment does not or the excision does not include 10 to 12 millimeter مو اكثر من 10 to 12 millimeter or when the treatment has been instituted at an early age يعني ومن نسوي لتريتمن بالسن المبكرة أيضا ركرانس اكر ردكال treatment is less likely to read is less likely to lead to a later recurrence إذا سوي radical treatment a later recurrence will be less these tumors does not respond favorably to radiation therapy هاي مهم جدا الفيبر osteos lesion تعتبر radio resistant radio resistant هسا نجي على انواع اخرى من osteogenic tumors اللي هي المكزوما وال condroma these tumors here are of embryonic tissue origin developing from immature primitive bone or cartilage cells or cartilage cells المكزوما may simulate cystic lesion أيضا تشبه cystic lesion because of its honeycomb appearance this is the blastoma expansion of the bone cortex occurs with the appearance of a mucode material replacing bone architecture a condroma arises from aberrant fetal cartilage in specific regions of the mandible such as symphysis and coronoid will condyloid process a muczoma will condroma may be detected clinically by pain swelling painful swelling and limitation of motion these tumors also grow slowly treatment malet by surgical exturbation exturbated surgically zin يعني حس هو هنا يحتي على tumors of dental origin شمال odontogenetic tumors هي نفس of tumor origin شمال tumors that arise from dental epithelium tumors odontogenetic tumors شمال tumors that arise from dental epithelium اللي قناها اول odontoma والamiloblastoma وبعدين osteogenic tumors arising from the jaw bones ها كلها تبار odontogenetic tumors osteogenic tumors ذكر osteoma وفرق ها عن fibro osseous lesions اللي تشمل l-oceifying fibroma or fibro cementoma شرح عليه وراح اشرح عليه لاحقا وذكر المكزoma وال chondroma وهس راح يحتي عن owing sarcoma or owing tumor owing tumor owing sarcoma or it is of obscure etiology it is believed to arise from endothelial lining of the blood or lymph vessels or both thought to be thought to arise from the endothelial lining of the blood vessels or lymph vessels or both trauma is a common important factory in its etiology you call the trauma for an important factory or predisposing factor its etiology in its etiology of this neoplasm it is seen during the first decades of life the objective symptoms of owing tumors include elevation of the bone temperature painful swelling interference with the jaw function the x-ray reveal expansion of the bone cortex with apparent areas of increased density the periosteum is thickened and pushed away from the bone areas when newborn are formed over areas of bone destruction the treatment primarily by x irradiation since this tumor is extremely radiosensitive this tumor is extremely radiosensitive this may be followed by radical surgical treatment ejihs ala giant central giant cell tumor central giant cell tumor ibarra an binar neoplasm of the bone of cartilaginous origin the synthesis and angles of the mandible will canine force of the maxilla are typical locations are they here locations typical in the synthesis of the mandible angles of the mandible or canine or canine of the maxilla these tumors occur in the second or third decade of life clear out picture of central giant cell tumor not uniform clear out picture of central giant cell tumor large since the growth appears as a multi-cystic areas with irregularly outline finite trabeculations the teeth are frequently loosened these tumors destroy the spongy bone and tend to thin out the cortical bone to a frail cell thus lead to ultimate perforation the tumor tissue is soft highly vascular and tends to undergo free hemorrhage when traumatized the treatment consists of inoculation of the growth after complete exposure of the walls and the bed with thoroughly electrocutorization why حتى to destroy the possible residual areas حتى نقضي أو نتخلص من possibility of recurrence since this tumor is benign or slowly growing conservative treatment should be always considered what we need to the bone conservation of the bone continuity of the jaw which is always important in the surgery we always try to preserve the bone continuity of the jaw bone now we go to the surgical management of non-odontogenic tumors but I want you to wait a little look at the odontogenic tumors we go to the odontogenic tumors اللي هي شملة منه الوستيومات والمكزومة والكوندرومة والأوينج تيومرز والجانسل تيومرز حسن نجع عن نون عدنتوجينيك تيومرز حسب هاذي المحاضرة يقول كان بيكلاسفايد او written to their suspected tissue of origin into the following اولا بنان مزنكايمل ثانيا اولا بنان مزنكايمل ثانيا فسكولر ثانيا هيماتوبيويتك رتيكيلو اندوثيليال ونيوروجينيك البيناين مزنكايمل يجعل البيناين مزنكايمل البيناين مزنكايمل تشمل اولا الجانسل لجانسل التفرغكون الجانز الكلاميينز تختلف من العائلة الماضية هذه الجانز الكلام مانينة الجان сكل نفس، ومثل قضية الأستيوجينيك��라يل وهو التكرام من الثانية لأنه حٹينة عند كل ماقومت قبل يتلك رزد الماضية لأنه حرص مستفق ومثال ثاني البروني tumor of hyperparathyroidism. الجاينسل reparative granuloma. قلنا هنا المندبل أكار بالمندبل مور دان ذا مكزلة. بالفيميل مور دان ذا ميال. ريشو ثنين إلى واحد. يجولي ان تشلدرين بالياند young adults. موصلي لكيتيت باللي pre-molar area. نو سمتامس. ان يمكن ان يدسكوورد اكسدنتي با راديوغراف. أبير ايضا يونيلوكيلر او ملتيلوكيلر. يحدث الطعام للآخرين عاماً مع مرفعة. والتفلمي هي تحضر لوكيات الطوالة تنسبة لكي تشلد. التعامل الهوائر من التعامل من التعامل. يوجد قد تجربة الهوائرات. الكثير من الضوء 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 الضوء. قد تجربة الوكامل مع التعامل. بعد التعامل. بعد الهكرة تاج we get in an attempt to prevent recurrence we go to the second one of the joint cell lesions which is from benign mesenchymal that's the second one of the joint cell lesions which is benign mesenchymal which is from non odontogenic tumors the joint cell lesions 중 benign mesenchymal is from non odontogenic tumors I remember that first of all joint cell restoring of the granuloma now a brown tumor أو البيتشفين هو يمكن أن يكون مثل طريقة بسبب المؤسسة التحوز من البيتشفين أو البيتشفين التحوز من البيتشفين أو يمكن الآخر أضغطين بل أعلى يتوفر الطاقة في الخطوط المستشفين الكاليسيوم كالفيني الموتعي تحتوي على المستشفين الكاليسيوم يعني as a compensatory mechanism as a compensatory mechanism to the reduction of calcium blood level in a chronic renal disease يعني بالchronic renal disease يصير increased execution of calcium blood calcium راح يصير reduction بال calcium blood level as a compensatory mechanism موش راح يصير راح يصير increased production of the parathyroid hormone or parathyroid hormone helping mobilization of the calcium from the bone skeleton الى شنو the blood as an attempt to compensate reduction of calcium blood level والنتيجة واحدة هي في الحالتين راح يصير شنو عندنا a brown tumor بهاي الصفحة نكمل قلنا الhyperparathyroidism قلنا بالسكندري النتيجة شنو انه راح يصير mobilization of calcium from bone skeleton للblood this will affect the bones بالجو it will it have it has a cyst-like appearance cyst-like appearance it is known as a brown tumor كذلك also mandible is more affected expansion of the outer and or inner cortical and or inner cortical place of bone expansion of the outer and or inner cortical place of bone soft tissue of the brown tumor may grow through the upper border of the alveolar process and appear as a dark red colored mass under the mucosa under the mucosa I'm a magic then a lesion is not painful the soft tissue of the brown tumor may grow through the upper border of the alveolar process and appear as a dark red colored mass under the mucosa هذا هو الشيمون a lesion is not painful but it may be tender to palpation radiographically well circumscribed area of radiolucency well circumscribed area of radiolucency with less defined lamina dura surrounding less defined lamina dura surrounding هاي مهمة جدا well circumscribed area of radiolucency loss of lamina dura or less definition of lamina dura surrounding teeth هاي مهمة جدا وبالحقيقة عندي حالة of brown tumor مشتغلها وإن شاء الله أحاول أشوفكم ياهم ثانيا Fibrous Dysplasia نوع Fibrous Dysplasia شنو اعتبرها ايضا من Giant Cell Lesions Giant Cell Lesions قلنا اولا ذكر Giant Cell Reparative Granuloma ثانيا Hyperparathyroidism ثانيا قلنا Giant Cell الثانيا هي Fibrous Dysplasia هاي نوع الثاني من Giant Cell Lesions Giant Cell Lesions اوكي من Giant Cell Lesions اولا قلنا Giant Cell Lesions هاي ثانيا Fibrous Dysplasia يعني اذا نرجع حتى نتأكد مرة ثانية نشوفها اذا نرجع نتأكد مرة ثانية نشوفها قلنا Giant Cell Lesions اولا Giant Cell Lesions حتى اولا Giant Cell Reparative Granuloma وثانيا Brown B Brown Tumor هسا اثنين Fibrous Dysplasia ثانيا اولا Giant Cell Lesions ثانيا Fibrous Dysplasia اللي هي من B9 Mesenchymal يعني B9 Mesenchymal حتى نوضحها B9 Mesenchymal اولا اخذ من علها Giant Cell Lesions وبها اثنين Giant Cell Lesions وبها اثنين Giant Cell Reparative Granuloma والHyper Parathyroidism ثانيا Fibrous Dysplasia Fibrous Dysplasia هي النوع الثاني من البنين Mesenchymal Fibrous Dysplasia هي النوع الثاني من البنين Mesenchymal هاذي شي يقول عليها قلنا النوع الثاني من البنين Mesenchymal اي شي يقول عليها Affected Children Replacement of Normal Bone by Immature Bone with Extensive Vascular Fibrous Elements يعني Replacement of Normal Bone by Immature Bone هاي مهم جدا Replacement of Normal Bone by Immature Bone with Extensive Vascular Fibrous Elements اللي هي هاي كلها قلنا الخاصية مع الفيبروسيس Lesions Replacement of Normal Bone وفرقناها حتش على هاي النقطة فرقها من حتشين على Giant Cell Tumor of Osteogenic Tumors of Odontogenic Tumors تمام؟ لابدو أقول بس شوية ركزوا تعرفوها Replacement of Normal Bone by Immature Bone with Extensive Vascular Fibrous Elements المجزلة is more affected here المجزلة is more affected than the mandible بالفيبرous dysplasia عبارة عن Payless enlargement of the maxilla on the affected side buccal and palatal of the bone may be enlarged buccal or palatal of the maxilla of the bone may be enlarged and expanded or this may cause spacing between the teeth spacing between the teeth facial asymmetry of the cheekbone and nasolabial fold شو نسوي diagnosis on the three bases أولا الـ age ثانيا الـ clinical feature وثلاثا الـ radiographic appearance of the affected bone شنو granular appearance granular appearance or ground glass هذا مصطلع جدا مهم بالـ fibros dysplasia granular appearance ground glass بالـ radiographic appearance التريتمت التريتمت of fibros dysplasia it is usually self-limiting tend to burn out on completion of the skeleton growth يعني من ينتهي أي هذا بيها مراحل أول شي مرحلة البداية وبعدين remission توصل مرحلة توقف وبعدين the completion of skeletal growth يصير remission unless there is unacceptable disfigurement إذا كان فإن acceptable disfigurement acceptable asymmetry most surgeons prefer to postpone most surgeons prefer to postpone ageloon the treatment until the growth is completed the surgery is normally in the form of recontouring of excess bulk of bone recontouring of excess bulk of bone will be repeated when maturity is reached now let's go to this cherebism 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 is a form of fibrosis dysplasia familial carried by dominant gene mandible is affected more than the maxillia cherebism and the third of the benign mesenchymal which led to gen cell lesions and the gen cell lesions led to two gen cell repert granuloma and brown tumor and the fibrosis dysplasia and now cherebism which lead to an increase in the bulk and fullness of both angles of the mandible yani bilaterally hayan uqtomohumma jidden wakadhalike a normal bone is replaced by immature bone with areas of vascular fibrous tissue deciduous teeth exfoliate prematurely toga qabbel wqtha there will be multiple missing and malformed impacted permanent teeth radiographical inshub bilateral multilocular cyst-like radiolucencies with teeth seem to be floating within the tumor and may be malformed the treatment surgical contouring how the surgical contouring indicated when there is severe expansion leading to functional jaw disturbances or airway disturbances or when the disease cause social problems in later childhood and if possible the intervention should be delayed until the growth has completed liennehu hoa nefsi si fad form of fibrosis dysplasia نجي على vascular اللي هو النوع الثاني من non-odontogenic tumors اول شي قال benign mesenchymal هس vascular vascular ياخذ من عند اول شي human geoma human geoma هي true tumor of endothelium true tumor of endothelium most common benign tumor of childhood most common benign tumor of childhood كيف نشوف بالchildhood هاي human geoma وال vascular tumors not present at birth of the facial bones rare most have occurred in the mandible where it is extended deeply to involve oral tissues the gum may be involved becoming congested edematous and swollen وتطينا picture of falls pocketing يجي على treatment of human geomas طبعا the treatment of vascular lesions or vascular tumors طبعا vascular في كتب اخرى ومصادر اخرى vascular lesions in general يقسموها الى قسم يقسموها vascular malformations vascular tumors كل واحدة بيها انواع هواية وكل واحدة بيها etiology معين in general treatment مالتها تنقسم الى قسمين conservative treatment و surgical treatment conservative treatment هو bicycling rosing agent هسا نجي نحن نحكي عليه هنا رأيسنا طبعا هلي هو هذا most commonly used treatment treatment اهنانا دا يقصد surgical treatment should be avoided دا يقصد surgical treatment لأنه المحاضرة surgical treatment يقصد surgical treatment should be avoided until or unless there have been repeated episodes نوبات متكررة من الهمورج lesion should be excised together with its space of normal mucosa والvessel would supply it may need to be tied off يعني feeding vessel هنا خاصة اذا كان large feeding vessel need to be tied off off وبالحقيقة should be tied off هذه الصفحة تكملة treatment يقول cryosurgery طبعا تعرفون كيف cryosurgery cryosurgery هو التجميد cryosurgery is an alternative and probably more satisfactory form of treatment some lesions simply kept under observation طبعا هو هنا مذاكرة بس هو most common form of treatment هو bicyclorosing agent يعني يحقنون الليجين bicyclorosing agent bicyclorosing agent هايش سوينا سوينا fibrosis بالليجين او عالاقل surrounding the legion by fibros capsule by fibros capsule limiting its growth well defining the legion decreasing its vascularity making it accessible for surgery making it accessible for surgery هاي عيدوها سمعون أكثر من مرة a bicyclorosing agent هي injecting the legion by bicyclorosing agent شنو هي bicyclorosing agent surrounding the legion by fibros abscab fibros capsul what سمعون أولا well defining well defining the legion ثانيا limiting the growth of the legion ثالثا decreasing the vascularity of the legion ثالثا making or finally making it accessible for surgical removal ثانيا vascular malformation حسان ذكرتكم يا sabaq when vascular malformation a من vascular legion morfogenic abnormalities of the vascular channels that are present at birth their expansion may occur second to trauma infection and bleeding as late as late or isolated central vascular malformation of the jaw are rare most lesions affecting the maxillofacial region directly involve the underlying bone as well central vascular malformation rarely bleed spontaneously and usually do not require the treatment if bleeding is a problem total resection of the vascular malformation often is not possible partial resection with assistance of selective embolization may allow control of hemorrhage يعني هذا يسوون embolization للfeeding vessel يسدون الفeding vessels by catheterization يعني بالقصطرة catheterization يسوون embolization للfeeding vessel حتى يقدرون يسوون partial resection هذه فيما يخص vascular malformation اللي هي weal human geomas اعتبارها انواع من vascular non odontogenic tumors aneurysmal bone cysts ايضا اعتبارها weal vascular malformation واعتبارها weal human geomas هي من vascular non odontogenic tumors اعتبارها من vascular non odontogenic tumors اعتبارها من vascular non odontogenic tumors الaneurysmal bone cysts هي عبارة عن blood filled spaces filled spaces blood filled spaces يعني spaces filled by blood lying by spindle cells slow growing tumors usually in the mandible affecting the females most commonly painless swelling radiographically multi locular radiolucency the treatment curate and recurrence is rare this is the vascular which took from it human geoma and vascular malformation and aneurysmal bones which are vascular tumors which are non odontogenic tumors the third of the non odontogenic tumors took hematopoietic or reticulo endothelial tumors histiocytosis x it is a spectrum of disease histiocytosis x اللي اعتبرها من non odontogenic tumors histiocytosis x هذا spectrum of disease يعني فهل مجموعة من disease of unknown etiology مجموعة من diseases of unknown etiology characterized by accumulation of cholesterol cholesterol laden histiocyte in heart and or soft tissue in heart and or soft issues characterized by accumulation of cholesterol laden histiolitic and heart and or soft tissues and histiocytosis x yishmel awwelen el isinophilic granuloma yishmel awwelen el isinophilic granuloma thanien el Hans Schuller christian disease Hans Schuller christian disease ثلاث يشمل letter sui disease letter sui disease هذي دائما يعني شوفه بكتب ما oral pathology histiocytosis x وهي فهد شوية موضوع صعب ومزعج لكنه rare هي هاي كله histiocytosis x قلنا اولا histiocytosis x من ال hematopoietic reticulo endothelial non odontogenic tumors and broad spectrum of diseases تشمل اولا l-ezynophilic granuloma ثانيا Hans Schuller christian disease ثانيا ثالثا l-leterar sui disease نجي على l-ezynophilic granuloma نجي علي من على l-ezynophilic granuloma نجي علي من عفو على l-ezynophilic هسا نرجع l-ezynophilic granuloma هذه localized form of histiocytosis localized from form of histiocytosis usually affecting the jaws and posterior body angle regions of the mandible نجي على l-ezynophilic granuloma قلنا هذه عبارة عن localized form of histiocytosis usually affecting the jaws and posterior body or angle regions of the mandible symptoms include losing teeth delay healing of extraction ها مهمة جدا و gingival ulcers يعني من نسو extraction healing delayed ونشوف gingival ulcers radiographically teeth appear to be floating أيضا severe periodontal disease treatment and curation and or low dose radiation النوع الثاني من histiocytosis X اللي هي من ضمن من ضمن el el hematopoietic reticulo endothelial non-odontogenic humors and elhan schuler christian disease هذا disseminated chronic form of histiocytosis ذا local form of histiocytosis in ovil granuloma هذا disseminated chronic form of histiocytosis affecting multiple organs dental mal occlusion may be caused by tumour infiltration of the jaws and disseminated chronic form of histiocytosis affecting multiple organs and dental mal occlusion may be caused by tumour infiltration of the jaws radiographically the lesions are similar to that or to those found in esulophilic granuloma the teeth are displaced as the alveolar bone is destroyed the treatment is variable يعني متنوعة تتراوح من curatage إلى radiation or both various chemotherapeutic regimes have been tried with variable success يعني not not one but curatage or radiation or other and usually there are protocols that chemically are but the results are not good نجي عن نوع الثالث الأطفال اللترارسوي لديه مصرحة استيوصيتوس يجب عليها تأثير الأطفال 2 عام أو أفضل هذا العمر مهم تركزون عليه ويجب عليها لتأثير في بعض المنزل هذا فاتفاتل تأثير التأثير الأطفال يجب عليها ربما فاتل ولكن هناك أطفال لتأثير التأثير بمثال أيضا بمثال كيمو ثلاث يعني الطوب كيمياوي لكنه هو فاتفاتل نجي عن نوع الرابع من النون أدونتوجينيك تيومور هو هنا نختار نيروجينيك تيومور وأخذ نوعين نيروفايبروم وأكو نوع آخر اسمه نيروفايبروم 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 يعني هذا شوي يفد نصطلع شوي صعوب حتى أنا ما أقدر أقرازين فلنيروفايبروم نيروفايبروم تيومور جرائد من شوان نقرازين نقرازين أقرح أحد من المساعدين يتعرض النقر من النقر مثل نقر 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 أو نقر نقر راديو غرافيا مكان يمكن الضغط الخساب هاي مهمة بما إنه العلاقة بالنهر إذن راديوغرافي كالي هنا تتخ time الضغط الخساب خساب الخساب أو تربع راديولوسين وهاي تكملت الصفحة الأخيرة يقول يعني جملة واضحة يعني إذا الصفحة الأخيرة يجب أن تنشيله يجب أن تنشيل الصفحة الأخيرة ويجب أن تنشيل الصفحة الأخيرة وآخر قوة لنيوري لنيوري لمومة أيضاً يوجد الصفحة من صفحة الشوان الشوانات يشترك الأخير ويوجد أثناء ويجب أن تشير المنطقة يجب أن تنشيل الصفحة الأخيرة يبدو أن يظهر على نشاطة المنطقة يعني إذا الشبه السيسط للشغل ويظهر ويظهر إن شاء الله كملة هذه المحاضرة هي شوية محاضرة يعني دوغ بس أليكم شوية تركزون عليها تركزون على التقسيمات وكل تحاولون تفتهموا بعض الكاركترستيك فيتشاز ماته وإن شاء الله كملت وشكرا جزيلا